السلام عليكم رمضان كريم وصيام مقبول اليوم رح أكمل وياكم محاورات الفصل الثاني بموضوع الجنرال ميدسن خبنا بالفصل الأول أخير محاورة خبنا في شيء بسيط موسط من الدينتال أسبكت أو خبنا على بليدينج ديس أوردر حتشينا على الأنيميا حتشينا على بعض البليدينج ديس أوردر الفلسيميا السيكل سيل اليوم نجي شوين نتوسع بيها ناخدها بصورة مبصلة نين طيب أوف أنيميا طيب أوف أنيميا ناخد الموست كامل طيب الأيران ديفشينسي أنيميا ناخد الهيموليتك أنيميا الفلسيميا ناخد سيكل سيل أنيميا وشويا نعرج على الدينتال أسبكت والمحاورة القادمة حتى نكمل موضوع البلاد ناخد الهيموفيلية طبعا الأنيميا شيء مبسط للأنيميا ما عندك أنيميا رادي بلاد سيل كافية ومثل ما نعرف أنه رادي بلاد سيل هي تحمل الأيران هموغلوبين وهاي الأيران والهيموغلوبين برورية لكاري الأكسجينس توبه أورغانز حتى يعمل الأورغانز بصورة صحيحة يحتاج لأكسجين أكسجين عن طريق الأيران أند هموغلوبين عن طريق الريد بلاد سيلز رادي بلاد سيلز فمن نقول هذا البيشنز أو هذا الشخص عدى أنيميك أو أنيميك بيشنز أنيميك بيشنز معناته ما عدى عدد كافي من الريد بلاد سيلز معناته ما عدى كمية من الأيران والهيموغلوبين معناته عدى نقص بالأكسجين لبالك من نقول على أنيميك بيشنز نقول واحد عدى فقر دم نشوفه دائما تعبان فير مول تايرد أو كولد يعني شاحب الوجه أو يعني السكن مالتسيم تو بيلز ليش هنا لأنه الأورغانز مالتس وكان الرسباراتري أو أثر أورغانز نحتاج أكسجين وهذا الأكسجين قليل لأنه عدى نوت انف ريت بلاد سيلز ناخذ بعض النورمال لفلز أو بهيموغلوبينز اللي معظمكم يعرفوها يعني عندنا النورمال هيموغلوبينز يعني كأبروكسيمتلي حتى 12 جرامز 12 جرام يعني اعتبره نورمالز بلو 12 نعتبر أنيميك والأنيميك نقسمها إلى mild anemia mildly أو moderate أو severely شوك نقول mild إذن من العشرة للاثناش وشوك نقول moderately من الثمانية للعشرة وشوك نقول severe below the eight وهذا يفيدنا من واحدة من الاندكيشنز أو بلاد ترانسفيوجينز لنحتمد على الهيموغلوبينز وخاصة بالسفير أنيميك اللي هو eight below the eight أوكي الساين والسمتم اللي هي أخذناها بالمحاضرة السابقة ونعيدها أيضا هي معروفة جدا و it is not specific يعني هي عبارة عن general الساين والسمتم يعني الأنيميك مثلا fatigue shortness of breath feel coldness dizziness weakness الهدك sore tongue pale dry skin unwanted movement شوفها قاعد والlower leg malta بها unwanted restlessless leg syndrome هاي من الصفات شوف واحد قاعد وعدة حركات غير طبيعية بالليغ malta خلي ببالك أنيميك والتاكيكاردي أو فاصها لا تشوفها فذعراب عامة يعني صير غير disease من فرصورتنا سوف برا صير غير any specific نحن نسميها symptoms يعني تشوف مثلا دائما أو الأنيميك دائما أو الأنيمية طبعا إنه all type of أنيمية ماذا أخصد على all type of أنيمية شوفها weak or tired all the time شوفها نايم تعبانز يصعد درج يعني بنص الدرج تشوفه يوقف shortness of breath تشوف lower أو feet multi-cold باردا conjunctiva العين pails و suspected لأنه increase susceptibility to the infections وعندنا فتوهرة ظاهرة ملحوفة نسموها pica syndrome البيكا الناس اللي عندهم أنيمية دائما يحبون أكل المواد الغريبة أكل الحجر الزجاج الشعار نسموها pica البيكا أه عدنا أه this is the sign and symptoms sign and symptoms sign and symptoms للأنيبية اللي هو sign and symptoms اللي هو اشتركوا في القناة اللي هي خب هاي الصورة اللي تبكرون هاي الصورة اللي تبكرون خبناها بالمحاورة السابقة جامع لكل sign and symptoms مع الأنيمية من central nervous system fatigue و disness سهلها شوية بالبلاد بسل low blood برجل دائما نساعدهم خفاب الضغط الheart chest pain angina heart palpitations السيبلي دائما نساعد بها large muscle weakness respiratory shortness of breath skin pale coldness yellow intestinal دائما يصير عده change بال stool color عبارة عن الآية أيبا يصير بها نوع من الالوش discoloration تشبه chondice which is the general sign and symptom of the anemia ممكن نلقاها بغير disease the type of anemia according to the cause of that اسموها iron deficiency anemia pernicious anemia folate deficiency anemia inherited blood disorder مثل phalassemia hemolytic anemia anemia which is associated with chronic conditions blood hyper phyroidism تشوف according to the goal نجي على iron deficiency anemia نعرف أنه low level of iron in the body يعني أنت تعرف تعرفون أنه نحتاج certain amount of iron حتى حيث يكونون الهيم الهيم المغلوبين من المغلوبين نحتاج certain amount حتى يكون الهيم المغلوبين لبرورية للأقل الأكسجين هذا يقول iron deficiency يعني كمية الهيم بالبلاد أو المغزون قليلة pernicious anemia دائما نسمع بها إذا لدينا deficiency أو diet لك يأما diet قليل كمية قليل من البيتامي 12 أو أكو بيتامي 12 بس not absorbed سنأخذها شنو السبب ما يصير absorptions لو أو عندنا هرمون معين أو انزايم معين زي نساعد على الabsorption فيتامي 12 هذا deficiency يؤدينا إلى pernicious anemia الفوليت deficiency anemia معناته diet lack in folic acid folic acid خاصة و ال inherited blood disorders نحن مثل ما نعرف مثل sickle cell anemia أو بالتراسيم شكل ready blood cells يتغير من جلية الشكل أو همو البلاد واحدة من chain يصير بها نوع من الموت طفرة ورافية أو لوس أو تنقص أو ما كو هذا جين المسؤول على تكوين الهيمو غلوبين فيصير لدينا نوع من الثلاثيم ناخذ ها بالسلائدات التي تأتي هيموليتك anemia blood loss يعني too fast فقدان الهيموليتك anemia أنه ready blood cell hemolysis أو hemolytic easily يصير بها نوع الـ red blood cells break down most easily break down أو break down fast hemolytic anemia chronic conditions sometimes sometimes ما عدنا هرمون اللي كون لدينا ready blood cells هذا الهرمون قليل مثلا بال hyper phyroidism أو kidney disease الكدني واحدة من functions ما لها تشترك بتكوين الـ اللي هو ضروري المن ضروري لتكوين الـ RBC بلد لوس يعني عدنا واحد مثلا عدة ألصر قرحة عدة ألصر أو عدة هيمورويد بواسير أو عدة غاسرائتس هذا يفقد الدم بصورة بطيئة إذن according to the type of these أو causes iron deficiency أو pernicia لعلاقة بالفيتام أو foliate deficiency أو inherited أمراض برافية sickle أو hemolytic عدنا الـ RBC break cochle and chronic disease والblood loss يجي نأخذ فكرة بسيطة عن كل وعا عدنا iron deficiency anemia which is the most common iron deficiency anemia أنه الكمية الـ iron بالبدي قليلة والـ iron نستعملها to make the hemoglobin لذلك نشوف منضمنها هو ulceration نشوف ها angular glositis أو chelitis والـ ulcerations colinitia اللي هو في spoon like shape بال nails or the pails pails الكونجكتايبة المنضمم على العين الكونجكتايبة تكون pails شاحبة من بمن الـ oral manifestation of iron of iron deficiency anemia اللي هي الـ ulceration مثل المجنة أو glositis أو angular chelitis glositis أو ulcerations أو the angular chelitis the angular chelitis which is the oral manifestations of anemia نجي ناخذ الأورال manifestation of anemia نجي ناخذ الـ iron deficiency anemia يعني what are the causes of that ليش يصير عدنا نقص بالـ iron due to the bleeding مثل الواحد عده bleeding car accident loss large amount of the loss of more iron and the blood loss يفقد الدم وذلك أيوة يفقد الدم وهذا ما نقدر إحنا ما نقدر replace with the food وكذلك فقدان الدم bleeding يصير بالومن لديهم heavy menstrual period أو لديهم inflammatory ulcerations إذا bleeding one of the cause of iron deficiency anemia إحنا محتاجين لأن تعريف iron deficiencies iron قليل يصير deficiency إذا not getting enough iron به الدايت اللي ناخذ بنقص بالـ iron أو مرات نحتاج iron more than يعني نحتاج مثلا during pregnancy أو لذلك يوصفون during pregnancy أو during chronic illness بال carcinoma أو بال pregnancy الجسم يحتاج حديد في طوب فإذا ما ك لا تغلق iron فإصلا لدينا iron deficiency anemia بال pregnancy أو anemia or chronic disease inflammatory or blood loss anemia اللي هي common causes of iron deficiency anemia إذن bleeding ممكن يسوينا iron deficiency أيضا diet iron نقص بال diet أو الاحتياج ما لل iron يزيد بال pregnancy or anemia or chronic this is the most common causes of the iron deficiency anemia إذن ما تعرفون الiron الحديد يخزن على شكل low ferritin low hemocydrin normally وين القل ferritin والferritin عبارة عن soluble and active storage fraction من الhemoglobin الhemoglobin يتكون من heem و globulin فالferritin واللي هو جزء من الhemoglobin هذا موجود أو الiron ينخزن على شكل ferritin وهذا soluble ممكن عند الحاجة يطلع ويصير ب absorptions هذا وين نلقى دائما نورمالي نلقى بالليبر بالهيباتوسايت بخلية نلقى بالبونمرو بالبونمرو نلقى 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 بالسيبلين بالماكرو في جمال السيبلين ونلقى بالريد بلات سيلز موجود الiron وموجود بالسيروم إذن هاي المخازن الطبيعية الموجودة بالجسم اللي تخزن اللي موجودة بفيروتين وهذا الفيروتين هو active soluble and active storage fractions يعني هذا ممكن في أي لحظة نحتاج الفيروتين يطلع من هاي المخازن اللي موجودة بالسيبلين أو البونمرو and easily absorb والليبل مالتا تقريبا الليبل مالتا أو يعتمد على البودي ستور مالتا بس عادة عادة 1 نانو جرام بكل ميلز يعني حوالي 8 ميليغرام موجود عندنا ستوريج بون يعني هاي 8 ميليغرام من الآير موجودة جاهزة بالمخازن اللي موجودة بالجسم اللي هي اللي هي اللي بار والبون أو أي وقت نحتاجها لين تطلع وستر بها solubles أو الحديد يخزن على شكل هيموسيدرين وهذا مشكلة إنه إن solubles ودائما يعني مو سهل الامتصاص وهذا يخزن بالليبر بالكفر سير ما الليبر وبالبون مر وبالماكروفج أيضا عدنا خزين آخر عدنا خزين آخر لل iron أو الفرت أو الiron من ال aging عدنا الRBC لها وقت معين 120 يوم وبعدين يصير بها aging تروح بها phagocytes and mononuclear phagocytes تروح تلتهم ها aging الكبيرة بالعمر وال aging تلتهمها وتستفاد من التهمها أنه 97% بها الiron اللي بها تخزن لبالك يكون خزين ثاني بجسمنا حوالي 25 ميلي جرام of iron ناتج من ال aging أو phagocytes أو phagocytes أو RBC باختصار الiron نحن موجودين بالجسم لذلك نادرا ما يوصف واحد ياخذ iron بصورة supplement يعني بصورة مقويات لأنه لأنه موجود عندنا iron مخزون بالجسم على شكل في الرتين موجود بالليبر موجود بالسبلين وموجود على شكل هيموسيدرين وأيضا نستفاد من ال aging RBC الiron اللي موجود بها يخزن وأيضا يستعمل كخزين عند الحاجة How to Diagnosis Iron Deficiency أنيميا مو أريد نباو على السمتم ما تزنان specific الفتيق shortness of breath البيل هاي ممكن يصير shortness ممكن يصير بالجسم بالكارديو بسكولار ممكن يصير بالأسمة ممكن يصير بالبرونكايتس ديم لكن في بعض الأحيان مثلا ظاهرة البيكا البيكا سندرام اللي هي أكل التراب أو الشعر أو أي abnormal substance هاي ممكن تدللنا أنه versus anemic أو إذا نباو عن نيل الكولينيكيا بلين نسمين specific symptoms but احنا نعتمد بال diagnosis of the iron deficiency anemia على الinvestigation اللي هي complete blood count CPC من الهيموغروبين الاربي كلها الاستفاد منها صورة كاملة للدم وكذلك نقيس level of the serum iron نشوف serum iron بالiron deficiency anemia low level but patient high iron binding capacity low serum في الرتين أي يستفاد منها أي من ضمن الinvestigation من ناخذ بلات فيلم نشوف reticulocyte count is low بالiron deficiency anemia الreticulocyte low بالiron deficiency anemia لذلك من نشوف ها بالبلد فيلم الهيماتولوجس خصائي دام يوصف لنا ابو الiron deficiency أنه الRBC مالت hypochromic red cells صغيرة وعد significant ansio polycocytosis اللي هي الدلل لها high red cell distribution وكذلك القطر red distributions ودف القطر مالها أو high red cell distribution ودف هاي القراءات اللي هي complete blood pictures ولو serum iron reticulocyte أيضا لو وكذلك hypochromic cell والأنسيو أنسيو البوكيروس سايتوسيس هاي كلها علامات من الiron deficiency anemia الreticulocyte هو من موجود reticulocyte عالي معناتها أكو عندنا immature أو immature of the RBC بعدها ما أو بعدها ما مستغلة بعملية تكويل الريفروبويسيس أيضا عندنا قياس آخر الMCV والMCHC الMCV هو عبارة average of volume you get volume on the red blood cell core muscles والMCHC هو average of the concentration of the hemoglobin تركيز الhemoglobin with the single RBC هنا الMCV average volume of the red blood cell core muscles عندنا أيضا بالتحاليل مع الانيميا نشوف الhemato chrides اللي عبارة عن volume percentage RBC in the blood measure نشوف 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 بـ RBC هاي السحبة اللي هي نورمالي 63% بالمئة بالفيميل و40% إذن الدايغنوز ميلا يعتمد على الانبستيجيشن مو يعتمد على الساينو السمتنين بيهنان ما عدنا البيكا سندرام والكولي نيكيا الانبستيجيشن هي complete blood count لا سيرام ايران رتكولوسايد كاون لا الMC V والMCH والهيمato كرايخ بني specific انبستيجيشن هاي الكلونيكيا اللي هي spooning nail spooning nail الكلونيكيا او spooning nail اللي مو clapping clapping تختلف عبا سموها كولينيكيا او spooning nail نشوفها بال iron deficiency anemia شوف بال iron deficiency شوف شوف شكلها شوف hypochromic وشوف الفراغ الموجود بال RBC بال abnormal اهل ال ال thymatology من يفحصوها يعرفوها انا اعدي iron deficiency anemia فباتتها بال investigation اللي عالجها انه العلاج من replace iron وبعد أنطي آيرون لأنه أنا عدي نقص وعالج الكوزيز البليدين والإنفكشين دائما نطي الآيرون أورال يعني عن طريق الفم على شكل فرس سالفيت أو فرس غلوكونات أو فرس فيومريت أو مرات نطي شوكريتد آيرون محلة نطي 30 minutes before meal وهذا ليش نطي بفور meal لأنه الفود يعني مو نطيه ويا الأكل لأنه قبل الأكل لأنه الفود والأنتي أسيت يؤثرون على الابتصاص نطي حوالي 35 ميلي جرام في الرس باللغم مرة في اليوم أو في كل يوم بعض الوقت نطي نطي إنجيكشن برانترنال آيرون نطي إنجيكشن وهذا شوية تخوف الإنجيكشن الأبر لأن بيها أدفرس راكشن المور أدفرس فيبر أريفرالجية أو ميلي حتى المريض يخاف من الإنجيكشن هاي سموها الأبر الحمر مزيئن اللي هي الآيرون من نيفرومها واحد اللازم نسألة أسئلة معينة عدك حصاسية ضارب من هاي الأبر قبل حتى مي ميجسر عدك ميجسر إذن يصير بمال أبسوربشن أو فيتامين بيتولف فيصير عدي بيرنيشاس أنيميا فمن البرنيشاس أنيميا هو عبارة عن عبارة عن أنه عدك نقص زين عدك نقص بالانترينسيك فكتر وهذا زين من يصير عدك نقص بالانترينسيك فكتر يصير عدي مال أبسوربشن أو فيتامين بي 12 وبيتامين بي 12 مهم وين مهم يعني بدون البيتامين بي 12 ما راح الجسم يولد انه بلد بلات سيلز وين هاي يصير احنا عدنا استومك بي سيلز بي برايتال سيلز اللي مسؤولة عن فراز الأسد أو وكسنتيك سيل زين الأسد وكذلك البرايتال سيلز مسؤولة عن السيكريشن أو بانترنسيك فاكتر فإذا صار دمج بالبرايتال سيلز راح يصير ديفيشينسي بالانترنسيك فاكتر واللي يقدينا إلى مالافسورشن بيتامين بي 12 اللي هو بيرنيشيس انيميا وين نلقاها هاي دايما هاي السيل البرايتال نلقاها بالفندل والكارديك ريجن في استومك والكرسم توفيحي هاي الاستومك كما تعرفون anatomically consist of the fundus البودي والانترم وين نلقا البرايتال سيل البرايتال سيل اللي موجودة هناي بالفندل بالفندل اللي هي تولدنه او سيكريتيد بانترنسيك فاكتر اللي مهم بالبي 12 من يصير بيها دمج من يصير بيها دمج هذا البرايتال سيل من يصير بيها دستروي او دمج وخاصة بالألسر يصير عندنا ايرن ديفيشينسي انيميا ويصير عندنا بيتولف انيميا وبرنيشيس انيميا من ناخذ بلات فلم للبرنيشيس انيميا نشوف الريد بلات سيل ما لها لانه واحد عندنا نقص بالبي 12 الريد سيل مات سير اماتشور سيل و اماتشور سيل نيوكلياتي سيل اللي نسميها ميقالو بلاستيك سيل اللي هي اساس البرنا او بريد او بريد بلات سيل هذا نشوف سيركلياتي ايبا بلات وهاي داز نوت فننشن از بلات سيل لانه هي شكلها تيز اماتشور ونيوكلياتي بسميها ميقالو بلاستيك سيل ميقالو بلاستيك سيل نشوفها وين بالبرنيشيس انيميا اللي نعدنا نقص بال نقص بال البيتامين بي 12 نيجي نيجي على انافر تايب اوف انيميا هو الهيموليتيك انيميا الهيموليتيك انيميا اللي هي ياما انهرة جمع كوير يعني الهيموليتيك معلات البدي ينتج deform ready blood cell but die too كوكلي ينتج النافر ready blood cells زين فيما يقولون مو كاملة زين و داي تموت هاي ready blood cell مثلا يجي اما acquire يجي من بعض disease يعني بعض disease acquire disease او if it is not genetic causes by the harbour substance or reaction certain drought او toxic ممكن يقفر يسوينا damage لل ready blood cell sometimes it is inherited inherited يعني هو اصلا يجي الشخص عدة deform ready blood cells شكل ready blood cell منطبيعي hemolytic شكلها مو طبيعي احنا عندنا الار بي سي الار بي سي هاي الارفروسايد دين الارفروسايد شبيها بيها هيموغلوبين بيها هيموغلوبين دين اللي يتكون من الهيم والامينو اسد بيها او 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 هي هبتو غلوبين يعني احنا بالارفروسايد مثل ما نعرف او هيموغلوبين اللي بيها هيموغلوبين اللي بروتين او امينو اسد ومربوطة مع بعضها فمن يصير تكسر بالخلايا او شكلها غير طبيعي فتظهرنا هاي البيلز الموجودة البيلز discolorations in the conjunctiva هاي مثلا normal blood cells وشو هاي هذا damage abnormal cells ال dental management of the anemia in general of the anemia in general احنا اي شخص عده anemia هو عده tendency to bleeding وي اي او افتر اي عملية بعد اي عملية invasive يعني واحد تتوقع انت اذا تشتغل زين dental manipulation وعده anemia تتوقع هذا bleeding اذا اشتغلت invasive dental procedures توقع يصير عده نزف لذلك دائما الاهل الانemia قبل ما تشتغل لازم نسوي complete investigations من الهيمoglobin من الهيماتو cry وال white c وال platelet cell count حتى تعرف شنو الدفكت اللي موجود another type of anemia اللي هو sickle cell anemia اللي هو نسميه anemia المنجلية يعني تتعرف هاي شكل normal shape of red blood cells القرص وال white وال platelet هاي الأشياء الموجودة بالدم بالsickle cell anemia نشوف red blood cell منجلية الشكل منجلي مثل المنجل أو مثل الهلال شكلها غير طبيعي وهذا genetic form genetic ورافع يقول shape red blood cells shape ليس طبيعي وهذا sickle shape ممكن يلتسق بال blood cell ويسوي damage بال blood vessels شكل بالدم مالتك توقع شكل RBC شكل هلالي أو منجلي الشكل ممكن يسوي clock يعني clock يندمج أو clot أو يلتسق بال blood vessels ويسوي لها damage ويسوي لها damage هنا معناتها تباعدك RBC شكلها غير طبيعي معناتها hemoglobin does not work correctly يش عدك هذا زين هذا هذا عدك هذا RBC هذا الـ روسية RBC بها hemoglobin و بها hemoglobin نشوفها فقر الدم المنجلية شكل نشوفها بال african americans دائما نشوفها بال african americans وهذا نأخذ سمير أو نأخذ سمير لل الدم الشخص عده سيكل سيكل نشوف هيا توزيع البوع توزيع يعني أكو طبيعية أكو طبيعية وأكو أبنور ما اللي هي هيا شكلها من جلية شكل أو هلالية شكل موجودة بال black ممكن يساعدنا بالتشخيص بال sickle cell anemia نشوف oral manifestation أيضا yellow oral mucosa delay eruption نشوف أيضا radiographic finding بال sickle cell anemia نشوف مثلا maxillary overgrowth أو enamel hypoplasia enamel hypoplasia أو maxillary overgrowth من radiological finding of sickle cell anemia maxillary hypertrophy enamel hypoplasia enamel hypoplasia و maxillary overgrowth maxillary overgrowth و enamel hypoplasia وشوفها بالصورة لو شوف هذه الصورة maxillary maxillary overgrowth maxillary overgrowth أو بالفيس أكثر شي وكذلك واحدة من characteristic feature اللي هي hair on end appearance من ناخذ skull x-ray الشخص عد sickle cell anemia نشوف هاي الشعيرات hair end على skull الشعيرات اللي موجودة على skull هذا نسموها hair end أو hair on end appearance صفة مميزة sickle cell anemia الناخ ل dental aspect sickle cell anemia به تحذيرات يعني عدة مشكلة مشكلة انه susceptible to infection susceptible to develop crisis يعني معناة crisis يعني RBC ما تصير بها hemolysis ويصير عدة نوبة نوبة crisis نوبة شديدة و bleeding tendency اللي هي أي أنيميا ممكن تتوقع بليدي tendency لذلك أبو sickle cell anemia never have dental concentration والت يقول never وبعد عدنا ولازم تتوقع expected and remember من الثلاثة تخليه على بالك أنه بال sickle cell anemia never anesthetize or operate patients during crisis إذا جاءت بنوبة شديدة نوبة شديدة نوبة فلاني bleeding أو severe أخذت الهموغلوبين وشفت الهموغلوبين مات low حالة بال crisis يعني بالنوبة الشديدة من sickle cell anemia هذا never anesthetize أو تشتغل زين ما عدا relief of pain or treatment of infection never use tornica ما نستعمل tornica never use general anesthesia in clinic general anesthesia نستعملها بال hospital ويا anesthetic facility ويا hematologist والتلافة موجودين اللي نستعمل general anesthesia هو patient of sickle cell anemia لدراج أيضا دير بالنا من نوصف الدراج خاصة التي تسبب بنا causing respiratory distress and hypoxia sedations ولذلك من نوصف sedations أو نوصف أدوية اللي يوحد لدى sickle cell anemia sedation هو nitrous oxide هو safely وخاصة إذا كان لدينا الoxygen concentration 50% تتوقع أو sickle cell anemia يصير عدى cerebral أو cardiac hypoxia طبعا لأنه عدى anemia أو poor wound healing خاصة بعد after minor surgery or extraction من تقلع على سن يطول عملية healing عدى pulpal symptoms كما أيضا بال sickle cell anemia infarction of a bone خاصة osteomyelitis زين osteomyelitis special in the mandible دائما يصير عندهم التهاب أو infarction of a bone توقع بال sickle cell anemia تحذيرات من anesthesia والتورنك وخاصة general anesthesia والإدراك وأكو توقعات توقع أنه عدى cardiac hypoxia cerebral poor healing عدى pulpal symptoms أو osteomyelitis ونخلي على بانا remember patient should be consulted about لازم عدى الأخصائي نودي إلى أخصائي أخصائي دم حتى يشوف cardiac status small preventive dental care is important إذا عدى dental infection should be treated vigorously وخاصة إذا عدى facial celulitis بالأنسجة الرخوة بالفاس هذا يحتاج admission to the hospitals and treated by infections بالmedications ب sickle cell anemia شو لدراج التي نستعملها في الأنستيزي عرفنا أن نستعمل نايترس أوكسايد safe شنو الإدراج اللي نستعملها بال sickle cell anemia اللي هي safe البراستمول البراستمول باكوداين النانستيرويد والناركوتك النورفين لكن لكن زين الغابة الغابة لنستعمل مثلا المبريدين أو should be avoiding ليش لأن هذا عدة toxic metabolite يسوينا can cause seizure ممكن يسوينا epilepsy نقدر نستعمل البراستمول والبراستمول والكوداين والناركوتك دميرول أو ببريدين هذا مشكلة يسوينا ممكن يسوينا seizure نوبة صرع وخاصة sickle cell anemia ذو لعدهم susceptible to infection high risk of infection لذلك prophylactic antibiotic regime for prevention of the endocorditis مثلا تعرف ذو لها sickle cell anemia suspected أو معرغي infection ولذلك نستعمل antibiotic حتى منع endocarditis أيضا إذا سوينا minor operations antibiotic 500 milligram penicillin for time or reprobicin حساسية مع penicillin should be continued for 7 to 10 days post-operatively إذن لدينا pre-profected antibiotic regime prevention before the operations okay before وعدنا أفتر أيضا operation أيضا نستعمل antibiotic حتى نمنع الانفكشن من نجي على local anesthesia اللي بيها basoconstrictor local anesthesia لين هيا for a short routine procedure نستعمل ها بس إذا لونج عملية طو لونج نستعمل mixture of 2% lidnocanes and 1% over 100,000 adrenaline is a safest إذن إذن أنا عدي عدي محاذير أو عدي محاذير بال sickle cell anemia اللي هي الانستيزيا والجنرال الانستيزيا والإدراج وعدي توقعات عدي مثلا hypoxia poor wound healing عدة pulper وعدة osteomalitis وأذكر دائما أنه استعمل الانتباء دائما دزع الأخصائي حتى يقيم لحالة القلب مالتام الأدوية اللي أخذها أدوية معينة وأيدوية معينة بعد عملية لازم أطير before operations والطيب after operations اللي هي post-operatively حوالي 7 إلى 10 أيام باللوكل الانستيزيا إذا عدي short وفي vasoconstrictly إذا عدي short procedure بس إذا عدي long ما استعمل vasoconstrictly أستعمل lignocaine and over 100,000 أدرينالي أيضا بالجنرال الانستيزيا زين إذا عدي إذا استعمل general anesthesia as required إذا أحتاج general anesthesia لازم أسوي لكم comprehensive dental treatment فالdental treatment شاملة مثلا extraction ويها restoration زين حتى ما رجع other operations يعني أسوي لكم كل الشغلات بجلسة وحدة هذه كلها sickle cell anemia أجي على another type of anemia يسميها plastic anemia هذا plastic anemia معناها في الدفكت بالbone marrow البون marrow مدى يطلع لي bone marrow multi damage bone marrow زين ولذلك it is unable to make enough red blood cells مدى يطلع لي red blood cells فالدفكت موجود بالbone marrow ويطلع نفس الأعراب bleeding tendancy of infection disney on exertions الهدك tired and pale تقريبا نفس الأعراب الأنيمية عندك هنا bone marrow مدى يشتغل تمام فبدا يطلع عليك red blood cells أكي أكو مرات أكو مصطرح يسميه ماير طبعا هذا من مدى يشتغل bone marrow مدى يطلع لي مدى 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 malignancy لا هنا bone marrow apresia failure هنا حال يسميها myelodysplastic anemia myelosyndrom يسميها تغيير normal cells موجودة لا هنا لديك normal cells لكن bone marrow لا يطلع لي red blood cells كما تعرفون bone marrow red bone marrow يطلع لي اللي هو stem cell اللي هي stem cells اللي هي hematopoietic cells يطلع لي red blood cells هاي اللي precursor الأساسية مالا اللي تطلع منها red blood cell white blood cell وال من هذا من هذا bone marrow disease واندي يطلع لي enough red blood cell count يصير عدي بلاستيك anemia عدي النبر أو the last one اللي هو beta phalassemia الفلاسمia اللي سببها الرئيسي أنه body 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 أو الشخص or body does not make a right amount of hemoglobin ماذا يطلع لي hemoglobin أو يصنع لي hemoglobin بصورة صحيحة فإذا يطلع لي hemoglobin هي مرعب ورافي اللي بد يطلع لي hemoglobin غير صحيح يعني غير صحيح أو ناقص مثلا يطلع لي decrease in the rate of the production of a certain globin chain نحن ما نعرف مثل ما نعرف الhemoglobin ب chain alpha و beta و gamma chain يلا يصير عدي hemoglobin كامل إذا نقص بأحد هاي chain أو أحد الهجلوبين للبروتينات اللي تكون الhemoglobin رح يطلع لنا نوع معين من نوع معين من الأنيم ينسميه ثلاثيم ماينر اعتمادا على نوعية chain مثلا مثلا عدي type of phalassemia أقسمها زين أقسمها according to the chain يعني according to the damage اليا chain عدي مثلا when beta chain are produced at low يعني عدي beta chain أو عدي ألف بس قليلة رح تسوي ها سميها phalassemia beta positive أو phalassemia zero complete absence or production beta chain أو deficiencies causes RBC smaller تعرف أنه الهيموغلوبين يشترك ويا الاربي في ريد بلات سير فيطلع ريد بلات سير smaller لذلك تشوف شوف من يسوي لها سمير يقولون هذا المريض لديها hypochromic macrocytic picture of phalassemia إذن الثالassemia هو مرب ورا في وين الدفكت الدفكت بالتشين اللي يسوي الهيموغلوبين إذن عدي lower rate أو كمية قليلة من beta chain رحيطينا نسميها phalassemia beta أو beta أو beta zero من عدي hypochromic deficiencies وبي chain قليلة رحيطلع لي rbc أيضا smaller نجي قسمناها على أساس قسمناها beta phalassemia قسمناها beta phalassemia أو alpha phalassemia according to the chain اللي يتألف إنا أو يسموها globin chain protein اللي تشترك في synthesis of hemoglobin فالbeta chain أنا عدي من واحد عدي beta phalassemia أنا عدي two gene two gene ذول هالجينات موجودة يساهمون making beta globuline chain يعني البeta chain الموجودة بالhemoglobin مسؤولة عليها two gene كل واحد يأتي من الأب أو الأم فإذا واحد من الجينات صار بموت يعني طفرة ورافية أو ما وجود سيطلع لدينا mild and symptom ما يبقى واحد منهم نسميه ثalassemia minor أو beta ثalassemia minor إذا الجينيا المسؤولة على تكوين البتا chain ثنين هنصار به المنوطيت اختفوا سيطلع عندنا symptom moderate to severe فنسميها phalassemia major معظم الحالات اللي يشوف ها بال phalassemia minor شخص طبيعي يعيش لأنه واحد من الجين ب defect لكن إذا جينيا ثنين هنصار ما موجود لتكوين البتا chain وبهيموغلوبين سيطلع لدينا coles أو يسموها phalassemia major الفalassemia major وأكو عندنا baby أيضا born وهي phalassemia يسموها intermediate الانترميدية يعني اللي هو أثناء أو بعد الولادة في mild symptoms of phalassemia عندنا another time اللي هو الألف phalassemia بالبيتا عدي طول جين مسؤولين على تكوين الهيموغلوبين بالألفة الثلاثين عدي four جين حتى يكونونا الألفة هنا عدي two جين حتى يكونونا البتا هيموغلوبين بالألفة four جين حتى يكونونا الألفة وأيضا كل اثنين جين من أب والاثنين جين من الأم لذلك إذا واحد من الجينات ميوتيد صار بطفرة ورافية ميطي سيمتم أوفا فراسيميا بالألفة يعني المريف يصير كارير حامل للصفة الألفة فراسيميا وينقلها إلى أطفاله بأعراض إذا أدك أدك واحد أو جين لكن إذا جين صار بها ميوتيد طفرة ورافية رح يطينا ميال إذا فري جين يسميها ألفة فراسيميا تريت ميال إذا فري جين ميوتيد رح يطينا مودير إذن يعتمد يعتمد الأعراف تعتمد على الجين اللي صار بها ميوتيد الجين اللي صار بها طفرة ورافية إذا أحد جين لا يوجد أعراض بس المريف يصير كارير الحامل توجي يطينا ميال توجي يطينا ميال توسفية لكن طفل أم طفل ما لها يولد وهو سل باف ميت فمن يفحصون الدم يلقون انهرت ميوتيد الفور جين المسؤول على الألف أغلوبين ما موجودة صار بها طفرة ورافية فالنادرا ما يعيش الطفل اللي عد هاي هذا الميوتيد هذا الطفرة يتعلم أو يتعلم بعد ميال حس أكو بحوف بالحالات النادرة النادرة ممكن تريتد بلاد ترانسفيوجي يبدلوا الدم أو ستم سيل ترانسبلان يزرعوا له ستم سيل حتى تكون الألفا هيموغلوبين ما حد عد ثلاثيميا يعني عد دفكت بالهيموغلوبين بتتوقع ال 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 طبعا عد عد ربي سي أو هيموغلوبين أو ربي سي يعني غير طبيعية فتشوف عد كمية too much iron in too much too much too much عد too much iron load too much iron load من عد 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 iron بكمية هائلة رح يخزن يخزن بالهارت في سولة دمج أو بالليبر أو اندوكرين العد عد أي من فلاسيم ممكن يتعرف الانفكتش رسك الانفكتش حسنا بون deformities البون مرأة مالت يصير اكسپاند وويدين وخاصة يبين بال your face your face and the skull نشوف ويدين بالبون مالت يعني يصير يكبر البون مرأة مالت البون بون deformity يبين مالت بال face أو ال skull والبون easily broken ممكن يشيلها لأن حتى ما حتى ميصر عد أنيميا بعد أكثر slow growth rate يجينا delay puberty عملية النمو مالت أيضا بطيئة عد heart problem وخاصة congestive heart failure أو abnormal heart rhythm لأن كلهن complications of the phalassemia زين iron load infection bone deformity large spline أو slow type of anemia اللي هو rare نسمي vegetarian anemia أو anemia الأشخاص اللي يعتمدون على النبات فقط النباتي النباتيين بولا هذولا يعني يصير عندهم نوع من iron not enough iron ما عندهم iron كافي لأنه ما يعطلون لا ميت لا لحم ولا poultry اللي هي الدجاج أو sea food فذولا يسير عندهم نوع من نسموها باسم النباتيين Vigens anemia وهي ممكن علاجها جدا بسيط نسلح food planning ونصلح نطي كمية من الفود متوازنة ونصلح الأنemia اللي عدة الفلاسيمية بها oral أو coles الأoral manifestations مالتها الأoral manifestations مالتها اللي هي مثل الأنemia oral أو mucosa الضغة I short deep teeth discoloration أو hyperplasia large heart أو enlarge arm maxilla space for upper anterior teeth delayed sinus أكبر المكسل المدينة والاستلتكام المتطمئة والأحضر موجود في الفن حمد ما توجد حسري أيضا السعين والأسيان ما توجد حسرا والأحضر والإطلاق والأسيان 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 حسرا أحضر المفلول في بون مورو كلها نشوفها وين بالأكس راي إذن إحنا أخذنا فكرة عامة عن الأنيميا وأنواعها والدنتل ما نقول لي أو دنتل أسفكت أو منجمينت أو المنفستيشن في ديفرنت تايب أو الأنيميا شكرا جزيلا أي استفسار أني حاول شكرا جزيلا